شوف قبل الأهمية يعني فيه حاجة في الحلق لكده لازم الواحد يقولها تعقبنا على كلمة السيد أحمد المهمة أنا بغطى ندي الأهلي من 20 سنة أو أكتر قليلة وحتى هذه اللحظة وده مش عيب على فكرة يعني بنجد صعوبة في الحصول على الأخبار واتصالات مختلفة ومكلمات ورسائل على الوطس من هنا وهناك وجلسات مع مسؤولين وانت يا أميرة عايش القصة كلها وحد يسألنا على سؤال معين ما عندناش إجابته بنرده ببساطة هيدة ما عندناش الإجابة ما عرفش ده وإحنا متخصصين في الأمر في ناس تالية بتكتهد اجتهادات عجيبة على السوشيال ميديا وكأنهم داخل دائرة صنع القرار أو داخل المكاتب المغلقة داخل نادر أهلي ده أمر غريب جدا أما تلاقي ناس حتى كمان من الصحفيين وبيكزموا بيكزموا زي ما سوف نحن بيقول بانتهاء صفقة بحسم التعاقد بمفوضات رايحة بفلوز رايحة وجاية وهو لهو صحفي ولهو لهو علاقة بمصدر داخل النادي ولا 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 وتلاقي ده كله بيطلع على السان ده أمر غريب جدا كان لازم أعقب عليه لأن احنا بصراحة الواحد بيشعر بمرارة شديدة جدا لما قالت إليه المهنة سواء مهنة الصحافة أو مهنة الإعلام بشكل عام ده كان لازم أقوله ده كلام مهم لكن أما أشاهد في وجهة نظري واحد من أهم الصفقات في القرن الجديد أو القرن الحالي هم نقشه من أهم الصفقات طبعا ليه بقى؟ الكوالات المختلفة وأنا عامل هنا هيأخذ من علسان كولر نفسه من ضمن الكواليس اللي دارت داخل نادي الأهلي أنه الحديث على إمام عشور قد أعتقد البعض أنه الموضوع جيه فجأة كده والموضوع خلص لا لا موضوع طبعا حصل عليه مشاورات عديدة جدا والكامت المحمود الخطيب أو إدارة الكورة في النادي الأهلي ألقت بالكورة في ملعب كولر نفسه في ملعب كولر طبعا تصور لو كولر الآلة لما مش عاوز إمام عشور الصفقة ما كانت شاتت كولر وصف إمام عشور بأنه قماشة تانية وأنه كوالات مختلف وأنه هيقدر يبني عليه شغل فني مختلف ده أمر فوقات الخطورة فوقات الأهمية فيما يخص اللاعب نفسه هل إمام عشور مفيد فنيا لا مفيد فنيا لا أعتقدش في حد يختلف على كله طبعا طيب الحاجة الأهمة بقى وأنت أشارت لها أمير وأنا لازم أتكلم عنها هو طريق التفاوض إمام نفسه مع الأهلي آه لا ما دي بقى جزئية مهمة يريد تتكلم فيها أستاذ محمود ليه بقى لأن في ناس ممكن تتكلم تقول أصل إمام كان مجبر مثلا أنه يروح النادي الأهلي أصل المفاوضات شاهدة شد وجذب أصل في ناس كمان تلقيت لك الأهلي استدعى اللاعب عشان يجي يعقد يعمل جلسة التصوير مرتين وهو ما بيردش وما جهش وكلام من فالكواليس اللي عندك في الحتة دي أريد تقولها برضو المشاهدين شوفها أستاذ أمير هو الموضوع بقصات شديدة جدا وأنا هنا هشبه أنا هفرق ما بين مصطفى فتح شوية أمام عشور فيه اختلاف شديد جدا ما بين الطرفين أمام عشور هو اللي ساعة للأهلي تاني أمام عشور هو اللي ساعة للأهلي هو اللي ساعة للأهلي أيوة إيمام عشور هو اللي ساعة للأهلي أمطني بعض الوساطاء هو اللي فتح الباب للأهلي أم مش كده هو بس بعدكده بقى ما الأهلي بدأ يدرس الأمر وعرض الأمر على كلها وتم الموافقة من كل الأطراف وكان السيدة عبدالحافيس مدور الكرة أكثر المتحمسين لضم أمام عشور في الأهلي داخل نادئته كله كابتن سيد سيد عبدالحافيس أكثر المتحمسين أخذ الأكثر وأكثر القلقين على فشل الصفقة سأل عبدالعب خذ مني الكلام ده ممكن تسأل أنت سيد هدرعب فيه صديقك ممكن تسأله على التفاصيل دي فيما يخص الإمام عشور ساعة للأهلي الأهلي اشتراه بعد كده تمام لأن الإمام عشور قدم السبت فلا الحد لما اللاعب يجي يقولك أنا عاوز ألعب للأهلي نظبوط هذا حصل لما الأهلي طلبوا برغبة وقع رغبة تعاقد ما فردش أي شرط على الأهلي أنا أقولك معلومة إنما أنا عارف أنك بتقول لي معلومة بس ممكن حد دلوقتي هو بتفرج علينا يقولك إيه يقولك لأ ما تكن يعنيش إن الإمام عشور ما كانش عنده شروط مالية وكان بيعنده مشكلة مع ناية زمان كان عقده وكان قليل وكان بيحاول يزوده وكلام من ده فإزاي مش حيفرض شروط على النادي الأهلي أو إزاي مش حيطلب طلبات معينة من نادي الأهلي أولى الولد في نفس الأعدة وافع الفئة الأولى بدون من ناقشة بس كده إمام عشور يحصل من نادي الأهلي في الموسم الأول على 14 مليون جنيه في الموسم الثاني 15 مليون تمام ويزيد تلقائيا حسب زماله في الفئة الأولى ولما يضع أي شروط تاني أعلى الإطلاق خالص فينه طبقة مهمة كمان جدا الكلام على فكرة تأجيل الصفقة الصفقة معددة بالفشل الصفقة بتفشل إلحق 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 وفي ناس كلمت على الخلاف على البونس متلند بيحط بونس ما حصلش أصلا كان فيه خلاف وحيد وحيد في هذه الصفقة ما هو الكاش ولا القصط بس متلند طلب الحصول على الكاش والأهلي تمسك بالقصط الأهلي كان عنده رغبة أنه القصط يكون طويل شوية أنه يسدد النص دلوقتي ونص بعد سنة متلند رفض وقصط الاتفاق حل وسط أنه القصط دلوقتي وقصط بعد ستة شهور مضوء انتهى بس كده ده اللي تم الاتفاق عليه في النهائي ومجرد ما التحويل للبنك وتم توقيع توقيع الشيكات من جانب رئيس النادي وأمن السندوق تم التحويل تم الحصول على موفاة وحصمة الصفقة حصمة الصفقة شكرا لك شكرا